اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستندين الى ما يجمعهم من اواصر متينة ومصير مشترك الذي يتواصل العمل اليوم على نهجهم وبالتلاحم ذاته لتأسيس ورسم ملامح ارث لمستقبل الاجيال القادمة عبر توطيد العلاقات التاريخية وترسيخها استراتيجيا على مختلف الاصعيدة وكان مجلس الوزراء السعودي قد عقد اجتماعه الاسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حيث اقر المجلس التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التنثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين وتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر انشاء المجلس وبهذه المناسبة جدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يسهم في زيادة ترسيخ العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات وتحقيق مستقبلنا أكثر ازدهارا يلب الطموح والتطلعات مشيدا سموه بما تحظى به العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين من دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله شاد سموه بالجهور الطيبة التي يقوم بها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله من أجل تعزيز العلاقات المشتركة والدفع بها نحو أفق أوسع من التعاون والتنسيق الثنائي مؤكدا تطلعه لمواصلة العمل بشكل أكبر من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي لتعزيز التكامل والتعاون في كافة المجالات بما يحقق مزيدا من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي ينعكس أثرها على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين